موسيقى شاهدين الكرام أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات سؤال جاري حلقة هذه الليلة عن الزواج المختلط ومعي الدكتور سامي الديب ضيف لهذه الحلقة أهلا بك وبيغطر خلينا أرحب بك في موضوع صعب وشائك وأنا شخصيا تصلني إيميلات كتير من ناس حتى من العالم العربي واحدة مسيحية حبت واحد مسلم ويحبوا استشارات في هذا المجال وأنا مش تخصصي بالحقيقة لكن أعطي قدر الإمكان بعض النصائح بناء على التجربة اللي عاشتها مع ناس كتير فدور حضرتك إيه اللي بيأهلك تتكلم في هذا الموضوع الأول جميل أنا مثلا بتعرف أصل فلسطيني لكن عشت في سويسرا 43 سنة وأشتغلت مع الحكومة الفيدرالية في مركز سويسرا القانون المقارن أو معهد سويسرا القانون المقارن 29 سنة وكان دوري هو الاهتمام بالقانون العربي والإسلامي أنني كنت المسؤولة على مستوى الحكومة الفيدرالية والآن عندي مركز القانون العربي والإسلامي ويقدم نفس الخدمات بتاع المعهد سويسي القانون المقارنة وكان دوري هو في الواقع يعني يعطى استشارات للمحاكم للمحامين حتى للدول الغربية في مجال القانون العربي والإسلامي يعطينا للكندا للإفرانس لغير الدول كان يصلنا تقريبا كل أسبوع كل أسبوع تلفونات أو إيميلات أو الناس يزورونا مشاكل الزواج الزواج مفتلط لأن الجاليات الإسلامية تكثر في أوروبا الغربية وكثير مرات الزواج هو وسيلة للحصول على الإقامة وما بتدري هل هو عن حب أو عن إقامة أغش ولا مشغش مش مشكلة لكن الناس أولا متخوفين يقولوا أنا عطبت مع ناس بعرفهم مش شو رايق شو المشاكل اللي بتلاقوها ما هي الاحتياط اللي لازم واحد ياخدها أو إنه تزوج لك مخدتش كل الاحتياطات وبيقع في المشكلة وبعدها بيقولوا إن نسوي إيه هنعمل إيه إحنا لآن ما مشكلة حتى في ناس بعد الموت تقع المشكلة يعني واحد توفى ومش عارفين فين يدفنوا لأنه المقابر تعرف فيه مثلا في سويسرا المقابر موحدة يعني البروتستانتي والمسيحي والمسلم واليهودي عامة لازم يقبروا بنفس المخبرة والمسلم يرفض فهنعمل إيه؟ العائلة تحتاج الزوجة تحتاج يعني من جميعه وعلى هذا الأساس نحن عملنا كتيب صغير جمعنا فيه تقريبا المعلومات العامة اللي تهم كل دولة يعني بصورة عامة دول العربية والإسلامية وفيه 57 دولة ما نقدر نعمل كتيب لكل دولة بس وضعنا المبادئ الأساسية اللي الواحد لازم ينتبه لها وأنت تعرف بالمثلة العربية درهم ويكاية أفضلها من كنتار علاج صح يعني واحد يعرف في الأول بالتمام أنا حدث معي حدث يعني مؤخرا واحد وكع فعلك في زواج وكان مثل العسع بداية يعني شهرين بعدين فسد كل الأمور تماما وجاء طلب منه الاستشارة طب هذا الاستشارة اللي أنا أعطيته إياها كلفته 10.000 إيرو مثل 10.000 إيرو لو هو كان استشارني قبل 5 دقائق أحلله المشكلة ومش هيكلفه أكتر من 10 إيرو 10 إيرو مو أكتر علشان المسكين ما أخذ احتياطه ما أحد اختياطه وكع في المشكلة ولسه مش مخلص هذا أجاري أنا كمستشار قانوني 10.000 إيرو تصور المحامين تصور القضاء إله سنة كاملة مش عارف حل المشكلة صعب صعب جدا إذن عملت كتيب صغير اسمه مرياج ميكس avec des musulmans كادلا سويس بالتمام هو كتيب بأربع لغات وفي آخره عقد عقد عن الزواج يمضو الاثنين الرجل والمرأة يتفقوا فيه على النقاط اللي يريدوا أحنا كلما ما نفرض عليكم برأي بس أنتو تتفقوا يعني كل واحد يعرف على أي على أي مبدأ ماشي اتفقتوا زين ما اتفقتوا ولا تتزوجوا يعني لازم يكونوا في اتفاق لأول شرط آخر نور بالتمام يعني نعرف كل واحد يعرف أي واجباته أي مسؤولياته أي المشاكل اللي ممكن توقع وبعدين لما يكون عارف وداخل الموضوع هو عارف مش أنه حتى يدخل الموضوع وبعدين يتورط وبعدين يصير يبحث عن مشاكل عن حلو بالتمام والمبدأ اللي احنا نقوله زعل بالأول ولا ندم بالأخير يعني أفضل أن تضلكوا حباب أصدقاء بالأول مما تقعوا في الزواج وبعدين كل ما نشد على نفسه لأنه تعرف الزواج هو ميثاق غليظ انت تعرف طب ايه أهمية هذا الموضوع للمشاهد يعني ايه أهمية وهل فعلا مهم نتكلم عن الزواج مختلف لأنه هناك حالات متزايدة من الزواج المختلف إما في الدول العربية أو في الدول الغربية في الدول العربية انت مثلا ما تعرف يعني من أصلك وتعرف في القوانين بعض الأمور أنه في العالم العربي والإسلامي المسلم يحق له يتزوج مسيحية وأكتير مرات يصير فيها حالات خطف لأنه العائلة المسيحية قد طرفت البنت والبنت يكون موافقة أو مش موافقة تحت والقانون العربي بيسمح مثل حالات مثل هيك بيسمح بالزواج الخطف يعني هو قانونيا يعاقب عليه لكن يتم التغاضي تمام تمام هتعمل ايه هتعمل ايه إذا أنت عائلة مسيحية فقيرة تروح فين على فين بيقول لك هذا الزواج مسموح به فأنت إذا رفضته أنت حق غلب أنت المشكلة مو القانون يسمع بهيك والعكس والعكس أنه إذا مسيحي تزوج مع مسلمة مثل ما في مصر في مصر حركوا قرى لشان زواج مثل هيك ما بيحصل زواج أصلا هو لو حبها بيصير هيك أما الزواج لا يسمح بي يعني يعني مش حيتم الزواج أصلا ممكن ممكن في مصر مثلا الرجل الدين يزوجهم يزوجهم لكن الحكومة مش هتعترف لكن مجرد أنه حتى يخرج معها حتى مع زواج أو بلا زواج طب أنا أستاذ جامع من جامعة الإسكندرية في الكتب اللي يعلمها في جامعة الإسكندرية كاتب كاتب وضوح كتاب منتشر منتشر يعلم له طلاب جامعة الإسكندرية إذا مسيحي تزوج مع واحدة مسلمة يجب أن يقتل أستاذ جامعة في جامعة الإسكندرية إذا مسيحي تزوج مع مسلمة يجب أن يقتل حتى لا يعود إلى هذا الغلطة مرة ثانية طبعا بالحال إذا مات انتهى الموضوع مش هيتزوج مرة تانية لكن هو القصد أنه يكون عبرة للتانية مفهوم الوضع في الاستشارات اللي بتقدمة خلينا نتكلم بنوع من التفصيل شوية حتى بعض الناس يفهموا قبل ما يقدموا على هذه الخطوة المشاكل اللي ممكن تحصل نفصلها أول بأول إيه أولى العقبات أو الأشياء اللي لازم يدركها الطرفان يعني الطرف المسلم والطرف المسيحي والعبء هو على الطرف المسيحي أكتر لأنه غالبا ما تكون المرأة المسيحية والرجل مسلم ويمكن الدرر سيقع عليها هي أكتر في هذا الموضوع أنا مثلا أعطيك حالات واقعية واقعية مش هل نكون على نور بتتصل معي سيدة بتقول لي أنا وقعت بحب واحد مسلم وحابت أتزوج مش عارف المشاكل الموجودة ممكن تنورني شو أعمل شو ما أعمل بقول لها أول شيء أعرفي شيء إني أنا قانوني وأنا ملزم بسر المهنة فمهما تقولوا لي لن أذكر اسمك ولن أذكر حالتك يعني ذان تين وذان عجيل يعني ممكن تثقي بي فتسمحي لي أسأل كل الأسئلة الممكنة أنت حقك تجاوبي أو مت جاوبي فبقول لها أولا كم عمرك وكم عمره هو لأنني أنا عايزة أعرف هل في مسواف العمر تكافؤ تكافؤ غالبا هايكون لأجل الأوراق بتمام لأجل أسباب يا إما فلوس يا إما إقامة يا إما إقامة فبقول لها أنت متأكدين بتحبيه بتقول آه أكيد بحبه قلت له بس أنت تعرف فرق العمر قال بتجاوبني طب ما هو محمد تزوج مع خديجة وكانت أكبر منه بعشرين سنة قلت له طيب هذيك غير شغلة هذيك غير شغلة هذي شواب المجتمع العربي والإسلامي هو العكس السيدة يجب أن تكون أصغر من الرجل وثاني السؤال ما هي ثقافتك إيش أنت بتدرس إذا هي مثلا طبيبة أو معاش مثل هيك هو يعني مهنة متواضعة مثل هيك باين إنه في مشكلة مش حيتفاهمه لأنه عامة تاني الرجل بحب إنه يكون أعلى ومهن بحب إنه المرأة تفرض عليها وبعدين سؤالتك هل أنت ما هي ديانتك؟ هل أنت مسيحية يهودية مسلمة يحدث أنه مسلمين يتصلوا فيها عايزين نزوجوا مع واحد مسلم مسلمات مع واحد مسلم هم عايشين هنا من المدة طويلة وواحد مصري أو غسطونسي ما تعرفه ما تعرفه قويس ومش معارف القوانين خاصة مع الانترنت الآن وفي سهل التعارف سهل أنه يحصل نوع من الارتباع بالتلام يعني أنا حدث معي حادثة إنه واحد مصري جت عندي تستشيرني بزواج مختلط مع واحد مسلم من بلده كنت له هاي مش هغلتي أنا زواج مختلط بين مسيحي ومسلم قالت لي لا هاي شغلتك هاي شغلتك لأنني أنا خاف إنه زوجي يصير متعصب هلأ كنت له هلأ كيف طبعه قال لي هلأ يا ظهري كويس هم شغل ضمانات اللي أممكن أخذها هم طيب أنا سنة بعدين بلاقيها أمام مكتبي كنت لها مبروك الزواج سمعت إنهم مبسوطين صارت تبكي ليش تبكي جاي يطلق هم وهلأ مش عارف كيف أخرج محتاج استشارة منك هلأ هم يعني أخذت الاستشارة قبل أخذت الاستشارة بعدين طبعا تلحل بإعلاقة الصداقة يعني معرفة مثل ايه ما دفعتها ولا مليم بس المشكلة منها نخرج من المشكلة هم يعني تحدث مو فقط مع مسلمين ومسيحيين كمان مسلمين مع بعضهم لأنه هنا اختلاف اختلاف بين ثقافتين ثقافة سيدة سويسرية عاشت في سويسرية مدة طويلة ولو عائلة مسلمة متعودة على النظام السويسرية والحرية هداك ناس متزمتين أو مش عارفين وين رايحين والرجل هو سيد البيت انت تعرف يعني يحدث عندي حوادث حتى مثلا مسيحيات متعلمات عسل المسلم كان يجي كل يوم يأخذها من المدرسة ويعملها يعني رجل بحتراء ويحترمها ومثل هيك أول يوم زواج تغيب طول الليل قالت لون انت رحت قال أنا أمي ما بجاوب على هذا السؤال شو القصة انت زوجي قال لا الزوج هو رب العائلة هو يعمل اللي يريده وهي أستاذة أستاذة في مدرسة وتفرق عنه 30 سنة وهو شاب صغير كنت له شو وقعت الوقع هاي يعني هي بدأت طلاق مرحلة 48 ساعة بعد الزواج تتصور المشكلة طبعا انت تتزوجه 48 ساعة والزواج هو اللي بفتح العينين فاللي يحب يعني هو يقوله لا تناقش مع عاشق لأنه أعمى لا تناقش مع متعصب لأنه أعمى هدولة الاتنين مش ممكن تناقش معهم يعني العاشق والمتعصب واحد بعشق واحدة أو بعشق دينه وإلهه مثل هيك متعصب يعني أعمى البصر والبصيرة وهذا ما يحدث يعني أنا عندي سيدات ما تتصور يعني شي واضح مية بالمية أنه مش حيمش الزواج لكن هي متزمتة إلا عايزة تتزوجه تعرف في ناس يضبعون مثل ما يقول يصعرون يقعون أو حتى أوقات سيدات تقول في آخر العمر وخايفين يفوتهم من القطار ويقولوا هاي آخر آخر مناسبة إلي إني أتزوج ويقعوا في المشكلة طب أنا أنا دوري كقانوني أنا بهد الأمر بهد الأمر تعرفوا إحنا الفلاحين لما الجاجة تقعد تقعد على البيض تقعد على البيض بصير كل جاجات عايزة تقعد بقى البيض فالفلاحي المسكين مش هيجي بيض إذا كلهم يقعدوا مش هنيفاكسوا فشو يعمل يحطها بسطر المية يحط عليها حجر علشان تبرد فلما تبرد تبطل تريد تقعد على البيض يرجع على الطبيعية فأنا دوري كقانوني هو إني أبرد الناس بحطهم بسطر المية وحطهم حجر كبيرة حتى يبردوا لما يبردوا نتكلم هلم نتكلم بتقول لي بس أنت ما عندك شعور أنت بتتكلم ناشف تقول لي هذا دوري هذا دوري أنا لازم أرجعك لعقلك أنت فقدت عقلك صديقي خليني أكون يعني محدد في الأسئلة فضل أعطي مثال مثلاً افتراضي واحدة بعثت لي إيميل وقالت أنا شابة نفس العمر تقريباً يعني خليني أقول في 25-26 شاب تقريباً 25-26 نفس العمر هو مسلم أنا مسيحية مثلاً نعم حبيته حبني ما في أي طماع لأنه الاثنين مثلاً في مصر ما في طماعة تعمل له أوراق ولا أعملها أوراق ما في أي شيء من هذا القبيل ما في اختلاف المستوى المادي المهم جاوزنا كل هذه الأشياء وتقول أنه ضمن لي أنه أبقى مسيحية نعم وبالنسبة لها هذا كافي للإقدام على الزواج نعم إيه أول مشكل سيواجه هذا الزواج في نظرك أيها هو في الشرق كما في الغرب هم الناس ما بينتبره أنه الزواج ما بيطم بين اثنين أبداً الزواج بيطم بين اثنين وعائلاتهم يعني لازم تطمن أنه العائلتين قابلة بالزواج طبعاً الحال في تطير عائلات متحررات وتقول إحنا منا سعارة أولادنا اللي هم عايزينه يعملوه بس إذا العائلة من الطرفين رافضة أنا أنصح أنه ما تقبل على الزواج ليه؟ لأنه أنا أقول هو متزوجها هي أو العائلتها؟ أو هي متزوجها هو أو العائلتها؟ تمام بس تعرف أبد ما تقطع الجسور تحرك الجسور غراك ما تدري إيه الحياة يعني ما هو القادم ما هو القادم لأن يوم الأيام لابد أن لا تحتاج الأهلك إذا أنت طلعت من البيت دون رضاهم رضا الثنين بعدين مش هيقبلوك تاني وإنت حتبقى على الشارع فأفضل تبقي بعلاقة طيبة بين الطرفين بين الطرفين يعني بين العائلتين إذا أول شيء هو رضا العائلتين هذا أول شيء لازم نفحصه جيداً لأنه ممكن يؤثر على الزواج بعدين بالتمام وبالأخص أنه ممكن فيها قتل لأنه فيها قتل حتى ولو أنه العائلة المسلمة بتسمح أنه شابتها هيأخذ مسيحية ممكن هي تقول أها الله يعلم هي اللي هيصير وهدول أنت تعرف هدول قفار إذا هم مفتحين إلا لا لأنه في عائلات متحرمة في عائلات متعصبة يعني أنا بقول لهم هل تعرفوا عائلات بعضكم أصلاً هل أنت مقبول في العائلة الأخرى هل محت عندهم هل أجوا عندكم هل الأهل متفاهمين هذا مهم يعني هذا أول نقطة طيب النقطة الثانية النقطة الثانية هل اتفقتوا مثلاً على الملابس الملابس شيء بسيط ملابس مش مشكلة جداً مشكلة جداً مشكلة كيف يعني لأنه أنت تعرف يعني الملابس أنا لو آجي أقول لك يا رشيد لازم تلبسك يا رشيد البسك يا رشيد آخر الأمل تطفار ملاي تقول شو القصة أنت مسؤولة عني ملاي أول يوم تبقى لأبسامة الآن طنورة ومعرفش وهو الزوج بيجي بيصير يروح للجوامع والجوامع كله لا المرأة لازم تكون محجبة بيصير مشكلة بين ضميره وبين الله ويقول أنا بفضل الله على زوجته وبيرجع البيت بيقول أنا رب البيت وبيقول أنت يا آدم مهتم بحوة فبيرجع بكل زوجته أنت من اليوم وطالع ممنوعة البسيطة النورة ولازم تتحجبه هل أعمل إيه إيه بيضمن لها أنه مش حيحجبها ورغم أنه هي مسيحية تصير مسيحية ومحجبة بالتمام ربما حتى منقبة لو اقتنعه الجسد كله بالتمام وهذا يقع ليس فقط بين مسيح ومسلم بين المسلمين بين بعضهم وثانيا الأكل الأكل هتأكله شو هل حي يسمح بعض الأكل مثل هيك بيقول لك أنا بدي لحم حلال والثاني بدي ما يدخل الأكل مثل هيك تعرف المسيحيين في الأخباط عند الأخباط بيأكلوا حنزير طيب أنا راح عند عائلتها لأنه لحم الخنزير أرخص في مصر هناكل إزاي يعني أنا حدث معي ناس واحد مغربي بده يتزوج واحد سفيسرية جميلة جدا هو جميل جدا جوا يتناقشه معي بيقول لها أنا لا أسمح أنه الخنزير يدخل في بيتي كله إحنا عادتنا في سفيسر إحنا نأكل خنزير قال لها لا بتأكل الخنزير في بيت أبوكي أمني ببيتي لا قالت له يعني أنا ببيتي هتمنعني أني أشتر خنزير أنا مش هاجبرك تأكل خنزير اتقاتلوا قدامي قبل ما يتزوجوا اتقاتلوا قلت لهم بقى الحال هاي عزيزي كل ما نو خلوا لحال ده الزواج ده مالهوش معنى إذن حتى الأكل لازم يناقش بيت تمام يعني لازم نتفق إيه اللي الاتنين اتفقنا علي مثلا ممكن واحد تحب تشرب كاسة خمر بالاسبوع وضرورة إنها تكون تسكر هيكلها إيه بس أنا مش هاقبل إنك تشرب خمر ليه لأنه الخمر بتاعت بدخل جسمك وبيأثر على الحليب وبعدين لما ترضع أولادي الخمر بمر بالحليب أنا أعرف عائلات مثلا يقول أنا أمنعك إنك تكل لحم خنزير لما يتيجيك أولاد لأن هترضعيهم والحليب يمر في الخنزير لابني لهاي درجة يعني شي غريب والمر تجبر لأن الخيار يا إما ترفض الخنزير أو إنا تطلب هذا إذن العكل وقلنا اللباس إيه وبعدين العمل العمل هل تسمح لي أعمل أم لا لأنه سيقول أنا رب البيت وشريعة الإسلامية عنده نظرة خاصة أني أنا بدفع المهر فهو يحقله بالشريعة الإسلامية أنه يقول لزوجته أنا بهتن بيك ومش عايز تخرج من البيت هنعمل إيه لازم تتفق ع كل شي لازم تتفق إذا العمل ممكن هو يقول الرجال قوامون على النساء وانت دورك تعود في البيت وتربي الأولاد وهي هاي شريعتنا هاي شريعتنا هنعمل إيه هنعمل إيه بعدين بيجي الأولاد هاي يعني الماضيع الشخصية بيجي الأولاد الأولاد شو نسميهم هل هنسميهم أسماء نوتر يعني خليني قبل ما نوصل للأولاد عندي شؤال خاص أيضا بعض التقوس مثلا رمضان هنا العبادات هذا ممتاز هذا ممتاز هذه كمان خطوة قبل الأولاد معك يعني هل تسمح لي إني أروح للكنيسة هل أنت يعني تسمح لي أخرج من البيت أولا من دون محرب هل أنت عايز رمضان هل هتفرض علي أني ما أكل خلال رمضان أنت تعرف المسلمين يمنعون واحد يأكل في الشارع طب منيح إذا هم عايشين بالبيت مع سوا مسلم مع مسيحية يعتبر بيته هو المكان العام هي زيت أكل هو ما يأكل حنعمل إيه أو مثلا هو يصلي 7 5 صلوات ما عندي مانا وبعدين هل أنت قلب ولا لا هنا المشكلة لأن المسلمين يمنعوا دخول الكلب في البيت يعني لو مرب حيوانات مثلا أيها أنا حتى في بعض خصوصا في البلدان الغربية الحيوانات جزء من العائلة حتى يعني أنا البيطر في سويسرا عندي كلب كلبي الكلب بإسم العائلة يعني الكلب فلان من العائلة فلانية يعملون أوراق تبوتية وكل شي بالفيش بكتوب القط القط من العائلة لو واحدة مثلا أوروبية وعايزة تأخذ كلب في البيت أو عندها كلب أو في يوم من الأيام حابة تجيب كلب مثلا أنت تعرف أنه الملابس أو الأكل فيه أو شرب فيه كلب أنت تعرف حتى تحوادث فعلة أقول بعض البيت اللي بدخلوا كلب ما بدخلوا ملايكة وبعدين تعرف الكلب والحمار والمرأة تفسد الصلاة وبعدين ممنوع الغرفة اللي يمر فيها كلب الكلب يحق إذا عندها قطيع غناب ويبق بر أما نتيج أو التسالح ليس سيسمح فيه ولا هيك تطفق هل تسمح أني أخذ كلب أم لا وبالأعياد مثلا عيد الأضحى مثلا بعيد الأضحى سنعمل أيه يعني في ناس مثلا هم ضد الوسائل هدول ذبح الهيوان على الطريقة هاي أو مثلا ولو ولو عندها عيد مثلا كريسمس أو مثلا أعياد سواء تقليد سواء ديني هل تسمح لي أحط شجرة الميلاد ولا لا يعني ممكن يعتبر ها أسنام في البعض أنا بعرف الناس يعتبروها أسنام أو مثلا هي حاب تحط صليب بركبتها إذا تعرف اللي خطفوا الرهبات في السورية اعملو لهم صور لكن نزع الصليب عنهم خطفوهم مخطوفات أسيرات مسكينة بين يديهم ورغم ذلك بمنهم مخطوهم الصليب يعني هل هل تسمح لحط صليب صغير هنا المشكلة حتى يعني مؤخرا تلفزيون في أوروبا طرد واحدة موظفة لأن حط الصليب لأن اللي شفوها مسلمين تصور يعني لحد وين و تصال في البيت فكل أنا أحط صليب في البيت يعني أنا أظهر أنا في بيتي بيتي مسيحي طرد عيني صليب أو تسمح بوجود كتابي كتاب مقدس هنا المشكلة أو تسمح لأقرأ ولا ما أقراش تمام يعني أنا أقول اتفقوا على جميع التفاصيل حتى ولو إنها يعني بتبين أحيانا مش مهمة كتير لكن يمكن تصير مهمة بتفكر في الأمور يعني مثلا تحطى على المقابر إحنا طارحين الموضوع أنا جاي جاي فلما أقول لهم بهذا الأمر هو وقت نحكي عن المقابر إحنا من نتزوج ولا تحكي إلا عن الموقع ما تستنى لحد ما تحصل إيه وبعدين هناك تتكلم على المصيب طبعا وحنا هنتكلم في الموضوع مثلا بس يعني الأشياء اللي يظهر هزلية وقت جد جد تهم علي وتخلق مشاكل الله للجميع بالبداية أنا كلهم إذا اتفقتوا على كل النقاط لنفرض أنه اتفقتوا على كل بقيت على وحدي أصدقاء أفضل ابقوا أصدقاء ولا بعدين نخلق مشاكل ممكن تكون هي سبب الفراق أيوة أيوة يا من طرفه يا من طرفها نضلح باب وهي نحن من نالهم على عقد فالكتائب اللي حطيته فيه كل هذه الأمور بالتفاصيل بالتمام بالتمام وممكن نزيد عليها أكثر بس هذا يعني عموميات لفت النظر أيوة طيب لو عائلتها هي بتحتفل مثلا بأعياد مثلا دينية وهو مش حابب يكون فيها لأنه تشجيع على الكفر كمان هل ده بيدخل بالتمام يعني لو مثلا في عيد الملاد هي حابة تروح تعيد على أهلها وهل هو حيقبل يرافقها أم لا هنا المشكلة يعني هدول المشاكل التعبدية مهمة أو مثلا الصيام اللي إلها الأكبار تعرفوا يصوموا بره في يومين في الأسبوع يصومون أو عنده العذرة مريا ومثل هيك مثل هيك أنت تعرف في الإسلام لا يحقوا للمرأة أن تصوم إلا بإذن زوجها لأنه لازم تكون دائما تحت خدمة زوجتها حتى الجنسية لأنها هتصوم لا تعرف أن يمارس العلاقة الجنسية فهلا هو سيسمح له لازم توضح له لأنه ربما رجل لا يعرف العوايد هذه لأنه لا يعيش مع عائلات مسيحية وهي لا يعيش مع عائلات مسلمة لا تعرف عوايد بعضهم لازم كل يقول عوايد نا هيك شو موقفك لو صار هيك وهيك هتقول ايه يعني تح مش ممكن تقش في جزيرة لا طيب أنا قابلت واحدة مثلا في بلد غربي اشتكت لي كنا متكلم عن موضوع الزواج وقالت أنه هي ما كانت تعرف أنه الرجل غير مسموح له في رمضان أنه ما يمارس العلاقة الجنسية أنه يمنع حتى عن لمس المرأة لمس شهو فاستغربت أنه كيف الرجل اللي بتحبه هي معه بجنبه بالسرير بالليل قبل يوصل ساعة 4-5 بيتفش من السرير وبيروح لبيت تاني فهي استغربت كيف أنه بنصير زي استفز هذا العمل وهذا كان جزء من المشاكل اللي حصل هو تعرف هي القشة الأخيرة اللي تكسر ظهر الجبل يعني هي قشة شوصة كلها 4-5 غرامات المثل يعني جدا صريح يعني هو مع المشكلة ممكن تخطها شوية شوية تزيد لا خلاص للصبر حدود يا حبيبي مثل ما تقول أم كلثوم لا خلاص مش عادة حاطق فيه نساء يقعدوا يخطشوا بنفس يجرحوا بعضهم أو شكوا ثيابهم مش أن يخرجوا منهم وهي كان نقطة أخرى مهمة حتى قبل الزواج علشان المرأة ما يكونش عندها فكرة إنه حيط واط حيط واط أنا أقول دائما للزوجات المسيحيات تسألي زوجك هل حيسمح أخته تأخذ مسيحي ولا لأ أخته المسلمة طبعا مش حيسمح يقول ليله لأ الحال هيا أخذك كيف يعني لأنه أنا أنا مو حيط واط أنا أريد المعاملة بالمثل إذا أنت بتسمح لنفسك لأخذ وحادي مسيحي لازم تسمح لمسيحي أخذ أختك طبعا هايقول لك ديننا ما بيسح خلاص دبر حالك بدينك دبر حالك بدينك يعني ما لاش سبب إنه نتزوج هذا وبعدين الأطفال هل تسمح بنتي المسلمة ونحن نرجع مشكلة الأطفال أنا جاي للأطفال هلأ وصلنا لمرحلة الأطفال بس هنا قبل الأطفال يعني إنه أنا عايز يكون مساواة تامة بو يكون عندنا فكر والله هو أخذني ومش هيسمح لأخته تتزوج واحد مسيحي يعني إنه ناظر يعني إيه ما أنت تعرف الفتوى اللي صدرت أنت ممكن تماثل علاقة الجنسية مع مراتك الكافرة لكن ما تحبها وإلا بتقفر لأنه بتصير هادف باب الموالات بالتمام بالتمام فأنا أحب أنهم يكونوا على درجة المساواة من البداية ولازم العائلة تقبل في العمر مو فقط أنه هو يقبل أنه أخته تتزوج يعني أنت لازم تقول للعائلة أنا أقبل آجة عندكم إذا أنت بتنظروا لنا نظرة متساوية إذا أنت ما بتنظروا لنا يعني أنت حطينا حيط واطي تعرف يقولون عندنا الحيط الواطي كل الناس بتنظر مش لازم يكون عنده نظرة دونية أو علوية يعني لازم يكون درجة المساواة طب وصلنا الأولاد أنا مثلا صاروا أولاد أي اللي بنفكر في الأولاد يعني لما يكون اتنين من ديانتين مختلفتين خصوصا الإسلام والمسيحية كيف ما هي الأسئلة اللي بتتعلق بالأولاد بالتمام بالأولاد أولا شو نسبيهم شو نسميهم أنت تعرف أنه في أسماء مثل سامي ممكن تكون عند المسيحية أو عند المسيحية صح صح بس بطرس لا بالتمام بالتمام ومحمد لا أو أبو باكر أو أبو باكر أو عمر ممكن تلاك عمر عند المسيحية يعني قليل بس قليل فأنا أقول اتفك اتفك على أسماء الأولاد إذا أنت ما يهمك ما مشكلة ممكن المرأة تبقى حامل وتعبها ويجي الرجل تقول له الممرضة هتسمي إيه ابنك كلها محمد المسيحية المرأة تصطدم تقع من السرير هتعمل إيه هتعمل إيه بالمشكلة أو تنرفز هتعمل إيه طب إحنا اتفكنا على الأمر حالس اتفكنا سمي أنا أقول لهم أخد أسماء يعني نوترال محايدة محايدة المقبولة عند الطرفين أول مش هتعمل ما تصطدمش العائلة هاي ولا العائلة هاي لازم تقعد بموقفين محمد أكيد مش هتقبل العائلة هديك أو هتلاك المشاكل آخر الأمر هتلاك المشاكل بطروس هديك مش هتكبل بأخدوا أسماء متوسطة يعني القاسم المشترك بين الأدنين جينا لهاي وطيب بالنسبة لبعض الأشياء الدينية هل التعميد ولا الختان ولا نقطة أخرى كمان بالأولاد أم عدد الأولاد أنت تعرف عند المسلمين عامة الرجل يمنع المرأة أن تأخذ وسائل الحمل مش هتقلل عدد الأطفال لأنه أنت تعرف الحديث النبوي تقاثروا فأني بواهد بكم الأمم وهم عايزين يخلفوا ما شاء الله عليهم قطيع أولاد وبعدين ربما ما عندها الإمكانية المادية مش هنتعيش متعايشهم هو بقول بتتقل على الله فهم علي إحنا البسحيين ربنا عين نفسك ربنا بعينك مش هيك هم لا كله على الله ما عندما بس اتفقوا من البداية لأنه بعدين هي تقوله والله أنا كويس بجيني ثلاث أولاد خير وبركي بس يعني إذا صارت ستة سبعة لأنه هو عايز يبايف فيهم الأمم فبطبع الحال هي المسكينة هتعجز أصلا أنت أعرف برأة مع ثمن أولاد ولو عمرها 40 سنة سنة بيبين كأنه عمره 80 أنت أعرف الكصة يتفق على عدد الأولاد نعم نيجي للأشياء وبعدين هالحيث بلو الأولاد والبنات أنت طعب أغلبية المسلمين ما عندهم مشكلة لا لا بالعكس بالعكس في ناس في ناس بيجيهم مثلا أول واحد بنت والتاني بنت والتالث بنت يظل يكمل علشان يجي ولد وحتى عند العائلات المسيحية أنا أعرف عائلة أجاه ثمن بنات وبرده بيحاول ويجيبوا واحد تاسع لأنه هو الرجل اللي يرث يعني مش يرث يرث الاسم لأنه البنت تتزوج وتروح على عائل حتى في الميرات لو عندك بنات يعني بياخدوا لازم يجي العمومة هنا المشكلة ابنك إليك وبنتك لغيرك فأنت تقول لي له أخي لنفرض أنه أنا أجاني ثلاث بنات ونحمد ربنا طب أنا عندي مثلا بنتين عائلة مسيحية لما روح عند عائلتي بتقول لي كم عندك أولاد كنت لها بنتين قال لي يعني ما عندك أولاد قال لما هذول أولادي بنات قال لها لا هذول مش أولاد هذول مش أولاد يعني العقلية الشرقية بتظل أنه لازم أولادي لازم أولادي ليش وقفت هيك بتقول لك ليش بتوقفت حتى عائلة مسيحية يعني هي العقلية الشرقية لازم ولدك فأنت لازم تتفهم معا أنه أنا مستحيل أكبر أكثر من ثلاثة طيب نيجي بس مهم ها ايه طبعا أنا ما بقولك أنه مش مهم لأنه بعدين بخلق قبل بعدين بجيب مرة ثانية ايه بتجيب له أولاد هاي المشكلة وبعدين بطرد الأولى هنا المشكلة أنت بتجيب فقط منات ما بنفع ما بعرف أنه هي الذنب اللي مو ذنب يعني هي نعمة ربنا تطرع في بعض الإبلاد لأنه تجهد ممكن يكشفوا أنه بنت يجبرها تجهد علشان يجو لك بالصين في مشاكل مثل هاي يعني بالهند في ناس يقتلوا مش عايز الموضوع يتفرع للهند لا ما هو المسلمين بالنسبة للمعمودية والختان يعني نرجع للعبادات الدينية بخصوص الأولاد بالتمام بالتمام احنا نقول يعني أنا لأقول لهم طبعة الحال أولا قبل هيك كيف حيتم بالزواج هل حيتم في الغرب بتعرف في زواج مدني وبعدين الزواج ديني وفي اللي بيروح لمسجد في اللي مش عايز يعمل فلازم تتفق على طريقة الزواج هل هذا الزواج مدني مجبور فيه طب انت تعرف المسلمين عامة ممنوع العلاقات الجنزية قبل الزواج فمنهم بيروح تتزوج ديني بشان نصير العلاقة حلال يقول هيك بس هذا ممنوع في الغرب مثلا في سويسرا ممنوع تتزوج ديني قبل ما تتزوج مدني طب هنعمل ايه طب زين وبعدين هل إذا أنا كنت عذرة ولا لا ده موضوع كمان هيك لأنه هو ممكن الرجل طالع من 50 ألف بنت وهي بفرض عليها أن تكون عذرة هتعمل ايه هتتطفق على أمور أنا مش عذرة أو أنا عذرة شو موقفك وانت هل إذا هو سألها انت عذرة هل انت كمان عذرة اثبت لي إنك عذرة إذا أنت ما بتثبت لي أنا ما تطلب مني يعني مو إلي تسمحي لك ما تسمحي لك لازم توضح النقاط هون لأنه فيها قتل لكن ما بعتقد أنه هيحش القتل في سويسرا لا بسويسرا بيصير بيصير أنت تعرف أنه هنا في الغرب هنا في الغرب أعرف الناس بيقول أنا مش ممكن أعمل إلعاقة جلسية في الغرب لأنه إذا اكتشف زوجي أنه يطلب شهادة أنه عذرة في فرنسا وفي دول رفضت يعني استجاب فيها طلاق في فرنسا لأنه الرجل لما تزوج في فرنسا واثنين والدين في فرنسا واثنين مسلمين اكتشفينها غيرها عذرة بالزواج طلب الطلاق علشان هاي النقطة يعني فإذا لازم الاتفاق مسبقا على هاي النقطة عالي جميع ولو مضحقة هلا مضحقة بعدين بتصير جد وبعدين ممكن فيها قتل فما لاي فيعني لازم تعرف كل شيء كل شيء نكمل على الأولاد هلا العلاقة دين دين الأطفال الاسم طبعا الحال هو اللي حيثبت الديانة إذا اخترت محمد وهذا حيث تسميه محمد أو إذا تسميه بطرس عارف إنه بده يصير مسيحي يعني عارف مش ممكن فأنا كلهم أسماء أولا ما تعطيش ميزة دينية إلا إذا مغطبت معاني مشكلة إلا انتفقتوا هاي شغلتكم هاي شغلتكم أنا وامراتي راضي وأنت مالك يا قاضي ما ليش شغل لازم تطبق البثل العربي الواضح البثل حكمة أبدية يعني أنت وامراتك راضي وأنا مالك يا قاضي هل يتعمدوا أم يختنوا هنا المشكلة لأن الختان عندهم هي الصبغة وهي يتوازي تقريبا عن العماد هو الدخول في الإسلام والعماد عند المسيحية والدخول للمسيحية هنعمل إيه وحتى إذا كان مسيحيين بين بعضهم هل هتعمدوا عند الكاتوليك ولا عند البروتستانت مثلا يعني ممكن نخلق مشاكل فإذا هي موافقة على الختان أنا دائما نقولهم الختان جريمة مباشرة تبتقول رأيك وتخصيرهم أنا بقوله يعني أنا حدث عندي مشاكل يعني شي مضحق جدا واحد إيطالية بتتتزوج واحد مسلم من دول يغوزلافيا السابقة هو مسلم هم عايزين الأهل الاثنين عايزين بركة دينية هي مش عايزة تروح النسجد هو مش عايزة روح الكنيسة هنعمل إيه بس عايزين برضو بركة دينية هنعمل إيه هتزوجهم فيه روح معبد بودي بابتهم فبتعرف طلبوا مني إن أعملهم طلبوا مني إن أعملهم حفلة دينية بتقولوا بشو أنتوا بتفكروني إحنا بسيرك ولا شو أنا مهرج ولا شو أتعادلهم قال لا إنتا مش مشكلة بتيجي هون تعملنا حفلة تعطينا البركة بس لا تذكر فيها لا محمد ولا عيسى لا تذكر فيها لا محمد ولا عيسى هي مشكلة يعني مشكلة طخمة نجي للمعمودية والختان فبطل فأنا أقول لهم الختان اتركوا لـ 18 سنة يعني بالورقة العقل يحدد السنين عشان يختار الشخص نفسه بالتمام بالتمام والعماد والعماد نفس الشي أنا أقول اتركوا الشخص يختار بالتمام هو حتى عند لكن ممكن تصير مشكلة أنه الأب ياخد معه الأبن للمسجد بالتمام أو هي تحب تأخذهم للكنيسة حتى لو ما صار عماد إذن أولا نحن بدأنا بالعماد وبالختان هذولنا مشكلتين أساسيتين أولا وبعدين التعليم الديني والمكان العباد الصلاة أنا اللي أقول له أنا اللي أقول له أنتم متزوجين ثقافتين مختلفتين انفتحوا الواحد على الثاني مو مغلقين أنت تعرف الكلب اللي يسد ثمه يطلع ريحته لازم يفتح ثمه لهيك دائما الكلب ريحته طيبة الكلب اللي يسكر ثمه يفسد ريحته كلهم أنتم فتحوا على ثقافت بعدكم ولهيك أنا أقول أنت علم الإسلاميات ويعلم المسيحية وبثل القانون السويسي القانون السويسي بقول لك مواما 16 سنة الطفل اللي يختار اتفقوا على هذا المبدأ نحن لا نسجل لا أنت مسيحي ولا مسلم لكن المشكلة هل يكبله كيف خليني يوقفك كيف تعلم شيئين متناقضين للطفل لا استنى استنى مشكلة يعني الأب يروح عنده بيقول له الأب نقرأ هيا الآية لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم بيروح عند الأم تقول له تعال نقرأ هيا الآية عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد يعني المسيح هو الله اللي ظهر فأنت بطريقة تانية يروح عند الأب يقول له ديانة أمك غلط يروح عند الأم يقول له ديانة أبوك اللي غلط فأنت بتسمح بشيئين متنقدين عزيزي عزيزي أنت لما تخلق سيارة تختار تعمل السيارة جديدة موديل جديد تبدأ من موديل قديم وبعدين تطوره ما لحلاقة نحن ناخذ مثال حياد هذا يطبق جدا بس ناخذ مثال حيادي مشان نترك الشعور خارج فهمت المبدأ حاولت معك فهمت علي يعني من نتفهم مع سوا مش متزوجين بس نتفهم على نقاط التعافل شفت حتى بين الاتنين مش عارفين نتفهم شو رائح لو رجل تزوج مع واحد وافكار دينية مختلفة تكلب الدنيا على روص فأنا أقول أنه الشك أنت لما تروح عند المسلم يعلمك حكي عند المرأة تعلمك حكي ثاني هيزرع الشك عنده يقول إزاي والدي بكل حقي وأمي يصير عندها حقي ثاني طب أنا لما أكبر أحلف بالله إلا أخذ قرار بحالي يعني تعرف الكلمة طيبة أهلي اختاروا اسم العائلة وأهلي اختاروا اسمي أنا بكفي أنا اختار الباقي فهم علي مش جائما حتزبط هيك ممكن تطلع شخصية يعني منفصمة عند انفصان في الشخصية أو شخص يعني أفكار مشتتة هذا المهم أنا حاب أزرع الشك أنا حاب أزرع الشك لأنه هو من الشك بيجي اليقين هو من الشك اللي بيجي لطفل معلين أنا مش ه بس أنا ما بتفقش معاك انه بيتعلم الاتنين انت بطبيعة الحال حتى الكنيسة الكاثوليكية لا تطفق معي رغم اني أنا سأص الكاثوليكي الكاثوليكي بكلك انت هتتعاهد ربي أطفالك كاثوليكيا لا أنا من غير الالتزام الديني أنا ضد انه طفل لأنه الطفل يوثق بأبوه وأمه فأنت بالأول وكأنك بتقوله ما توثق بأبوك والأبي يقوله ما توثق بأمك أمك بتخرف بتقولك أي كلام يعني الغرض انه أنا اشجع ابني يوثق بأمه والأم تشجع ابني انه يوثق بأبوه فالنصيحة بتعليمه شيئين متنقدين ما أعتقد شخصيا انه نصيحة نافعة للطفل لأنه مش في مرحلة التفكير التحليلي أنا بس بتعرف نقاشك يهمني جدا نقطة الجدل تعتق يهمني جدا انت شايف بحالك يعني انه في مشكلة يعني اللي انت شايف ها مشكلة يجدها عند الاثنين نفسها بالتمام يعني انت ما خلقت أفقارك ما أجت من فراغ انت واقعي جدا وانا عايزهم يكونوا واقعيين يعني اما يتفقوا انه يكونوا الأولاد يتعلموا مسلم أو اثنين مسيحي ويتركوا بعمر 16 سنة مثل القانون السويسري أو أكبر يختار بكل حرية يختار الدين بالدية بس أنا أقول أنا لا عايز أدور لا مع الرجل ولا مع المرأة لأن أنا مستشار قانوني لأن أنا كنت لها علمي إسلامي تقول له شو أنت شو صرت تقول له المسيحي الرجل بكل شو أنت عامل أنت بتفسد إما مرأتي علي ولا شو فأنا بقول له نجتمع على كلمة سواء إذا كان ممكن تدبروا نفسكم بس يعرفوا إنه في مشكلة إن شاء الله واحد منكم بخبط راسب الحيد بس بطفقوا على أكبر أما أنت تتركوا فراغ لا يعني أنت شفت إحنا وإياك بخمس دقائق يعني شوية شوية راح نتكاتل لا لا يعني مش هنوضح لك هو نقاشك جدا ممتاز نفاهم علي يعني أنت بتعطي المثال الحقيقي لوجود مشكلة يعني أنت ما بتلاقش من فراغ طيب بالنسبة لجيين في الأولاد بعضين لما يعني بيصير أحيانا الأب بيصير مشاكل بتصير حضانة الأولاد لا قبل هذا قبل هذا لأن الحضانة تطرح بمشكلة الطلاق أما من قبل ستجي طيب إحنا هنعلمهم مدارس إسلامية ولا مدارس مسيحية ولا مدارس حكومية حسب البلاد لأنه بلاد فيها مدارس إسلامية وبعدين شو ملابسهم وشو يعكلهم لأنه نفس المشاكل اللي طرحت بين الاثنين ممكن تطرح عن الأولاد أنا مش عايز ابني يأكل خنزير مثلا أو مش عايز ابني يرضع منك لأنك أنت أكلت خنزير هنعمل إيه هنعمل إيه على الطاولة هنعط هنا صحن خنزير هنا صحن مش خنزير بتعرف اليهود متدينين عندهم صعود مختلفة تتاكل البدكية هنا لازم تطرح الموضوع وهل حكل بس حجاب أم لا بنتي حجبها ولا لا وهل حسمح إيها تروح عن المسبح مختلط لأن المدارس مثلا عندنا في سفينسرا المسبح مختلط هل حتسمح إيهم أم لا هل حتحتاج على بنت إيها تروح أو في بنات بكلهم أبوهم مسلم أو زواج مختلط لا أسمح أنك تخرج عطلة عطلة يعني يوم بالأسبوع بالسنة عندهم طلعة من المدرسة يطلعوا مع سوى أولاده وبنات هل حتسمح إليهم أم لا اختلاط يعني بالتمام بالتمام هل حتسمح أنه تدرس في مدرسة مختلطة أولاده وبنات في ناس يرفضوا هنعمل إيه يعني في سفينسرا مشكلة المسابح خالقها مشاكل الله لأنه في ناس بكله أنا بفضل ابني ما يتعلم اسمحه ولا يروع عن جحيف القاضي بكله ما بصير هيك بكله طب إحنا في سفينسرا لازم كلهم يتعلموا التزلج على الجليد لأنه منطقة هيك ولأنه بكرة ممكن يخدم بالجيش والجيش لازم تحمي البلد ولازم تعرف تعمل التزلج على الجليد ما تقدر تحمي فقط المناطق التي تحتاج لازم تعرف تزلج يقول أنا أعرفه طب الدروس هي هنعمل إيه لأنا أرفض يتعلم الزلك على الجليد لأنه خلط أولاد ببنات يعني كلها لازم تطرح كلها لازم تطرح هذه أول مشكلة هاي بقينا على المستوى والتعليم بالمدرسة لأنه تعرف التعليم في المدرسة إيه بيطب فيه تعليم ديني أو تعليم العلوم الدينية فهل هتسمح ابني يتعلم الدروس الدينية أم لا في سويسرا أعطيك المثال في سويسرا أنه الأهل يقدروا يفرضوا على أولادهم أنه الولد يتعلم الدرسة الدينية لعمر 16 سنة بعد 16 سنة هو الذي يقرر أنه أنا أريد أحضر الدروس الدينية أم لا أم لا أم لا أم لا والمدرسة تسمح لك ما الأهل هل هتسمح بذلك يعني هل ستغمض عين أم لا دير بالك هناك مشكلة نحن مو بالدول الإسلامية دول الإسلامية نحن مجبور نتعلم الكرآن حتى لو كنا مسيعيين طب في الدول الغربية أكيد في آية من الإنجيل والمسلم ممنوع يقرأ فيها آية إنجيلية تعرف هنعمل إيه نتفق حتى على هذا نتفق على هذا تعليم وهل ستسمح له يغير دينه في عمر 16 سنة هنا المشكلة لأنه تعرف حدين ردة عند المسلمين هل هو يحق له يصير بوضي مثلا حيعمل إيه حيعمل إيه وبقرة الأولاد هم هيتزوج خلينا مع الأولاد بقرة مثلا أن الولاد حب واحدة مسيحية أو مسلمة طب أقول لك لا أو بنت بنتي أنا أعتبرها مسلمة لنفرض لنفرض وعايزة تحب واحد مسيحي تقول لأ إلا مسلم أو أنا عايز أنه هي تتزوج مع ابن أخوي اللي ما عارش في أي دولة في تونس علشان عرف يجيبه هون أو لأن أولاد عام لازم يتجوز يعني زواج مجبر إجبار يعني اقتراض بين أهلي بين أنا وبين أخوي وبنتي ما لهاش لا توقع الورقة لأن هيك إحنا عادتنا والأبي قرر وخلاص تمام لازم نفهم على هيك يعني 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 يحدث يحدث أنه الناس يقول له أنا بنتي حتى المسيحيين يقول له أنا بنتي أبد ما أسمحي لأتتزوج مع أحد مسلم أبد طب القانون ما بيقدر برفض هذا الأمر القانون السويسر بيقول لا يسا هناك مانع للدين في الزواج يعني إيه يكون موقفي أنا إيه يكون موقفي مقدرش ننح إذا أنا بنتي والأم عايز أول أبي يصير مش عايز فلازم نتفق على هذا الأمر قبل بيت تمام فهمت علي بهذا المنطق يتزوج يتزوج مع مين إذا هو يقول لا أنا بنتي لأتزوج مع واحد مسلم طب لعد ليش أخذتني أنا طب أنا مسيحية ليش أخذتني لا هذا مسموح لينا طب ابدأ من الأول حط الخطوط الحمر من الأول مسوعة من البداية هتطبق على أولاد إذا أنت أهملت البداية هتبقى الهمال بالأول بالأخير يعني هي أول خطوة تعرف الرجل اللي يضرب مرضه اللي مرضه تضربه كل يوم قال له كيف نعمل قال له أضربها وبعدين يتبطل تضربها راح ضربها ما نفعت معه قال له ما نفعت قال له من أول يوم كان لازم من أول يوم تحط الحدود تقول لأختي إذا ضربتني أنا بضربك فما في ضرب لا من هذا ولا من هذا بس من البداية إذا أنت أخذت الطريق الشجرة تقع متروح ما تميل ما نشبه على الشيء شابه عليه فمن أول يوم علاقة بين الرجل والمرأة تنعاكس على العلاقة مع الأطفال نعم وفي مشاكل أحيانا بيسافروا قرأت حتى كتب عن حالات مثلا حد اتفق على بعض الأشياء راح للسعودية راحت معه راحت عليها بالتمام صار بإمكانه يطلقها ويعود والأولاد يعودوا في السعودية وحصلت يمكن عندكم في سويسرا بالتمام حتى قرأت عن كارمين باللادن السويسري أعتقد وفي حالات كتير على فكرة حكلكي يا بابين هاي الموضوع بس استنى فاكمل بس السؤال فهمت علي أنه يتزوج عليها يسمح له أنه يقعدها في البيت يسمح له كل شيء فكأنه هل لازم الزوجة تعرف هذه الأشياء كيف تتعامل معها قانونية هنا يطلح الموضوع العقد اللي حنى العقد الكلام اللي احنا وضعناه هل حينطبق خارج السويسرا ما هي قيمة هذا العقد على الخارج اسمح لي أن نتركه آخر شيء لأنه هذا ما هو قيمة العقد هل لنشوف إيه النقاط اللي لازم نتطفق عليها وبعدين ما هذا قيمة الاتفاق يعني إحنا هاي آخر مرحلة منحلها إيه قيمة هذا العقد اللي حنمطع عليه فهل تسمح لي نمشي بموضيع الآثار مثلا الطلاق هنعمل إيه هنعمل إيه مثلا في إحنا إذا واحد شرقي مسيحي وتزوج مع واحد غربي حتى ولو إنه مو مسلم إحنا ما منكبل بالطلاق أنت تعرف الغربيين بطلقوا على ولا شي بسهولة يعني أكثر من المسلمين يعني في طلاق بمضي أنا شوف الطلاق في السويسرا مشان تساويه في السويسرا دقيقتين أخي دقيقتين فيه فورميلير فيه ورقة تمضي عليها الاثنين موافقين استمارة الاستمارة هم يكونوا صفين على الحيط عشرين واحد قبل الظهور العشرين واحد بطلقوا فقط كل واحد نمضي على استمارة القاضي فقط يحط توقيعه في الأخير السلام عليكم من التفقين من التفقين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا يحدث وأنا شفتها وأنا عملت بحث في هذا الموضوع قلت له شو الكصة شو الكصة أنا والدتي لما كلها عندنا بسويسها تطلب قلت له عبد قل لي يا ابني يعمل كل شي كل شي اللي بتقول لك مراتك قلت لك يمشي على أربعة يمشي على أربعة مثل الحيوان يمشي أمن شي واحد ما تقبل منها هو الطلاق لو بتعلمني أني طلقت من مراتك عرفت أنا متت أم فلاحة فلسطينية كاثوليكية لا تعرف لا تكره ولا تقول لي لا ما في معنا يعني هتعمل ايه ممكن واحد كاثوليكي من الدول الشرقية وجدت هنا تزوجت مع واحد مسلم سويسوي وصاروا يطلقوا على الطريقة الإسلامية بسرعة مثل طريقة الغربية هتعمل ايه هنعمل ايه هو انتقل لدول عربية وطلقها بدقيقتين يعني مثل ما حدث أنا عندنا حوادث مثل الشكل هنعمل ايه يعني ننطفق نفهم إهي الوضع يعني مو هو يقول أنا ما كان عندي علم إنه هيك عندهم هذا القانون لازم تفهم القانون البلد اللي انتعش فيه سويسا قد تختلف عن ألمانيا أو عن إيطاليا مثلي كل بلد لغصصية لازم تفهم يعني على الأقل المبادئ الأساسي إنه في طلاق مو تيجي تقول لي أنا كاثوليكي من فلسطين أرفض الطلاق ما بالفعل شكرا خلينا نتوقف مع فاصل قصير ونعود بعده لإكمال هذه الحلقة من برنامج السؤال الجريع عن الزواج المختل في الظلام هو المصباح وفي الجوع هو الغذاء وللروح العطشة هو ماء الحياة فيه كامل الإعلان عن محبة الله للإنسان إنه الكتاب المقدس كلمة الحياة التي تحتاجها كل نفس بشرية يمكنك اليوم إضافة إلى حصولك على نسخة من الكتاب المقدس أن تستمع إليه أو تقرأه إلكترونيا باتباع الخطوات التالية أولا ابعث بإيميل إلى العنوان التالي bible.hiatv.tv ونحن نرسل لك التفاصيل والروابط أو يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني التالي bible.is في هذا الموقع يمكنك تصفح الكتاب المقدس أو الاستماع إليه كما يمكنك تحميله على هاتفك الخلوي عودة مشاهدينا لإكمال هذه الحلقة من برنامج سؤال جاري معنا الدكتور سامي أذين أهلا بك مرة أخرى وبيغتر طيب كنا نتكلم عن الطلاق المشاكل اللي بتحصل في الزواج مختلط في الطلاق نتكلم عنها بالمجمل بالمجمل تتعرف الدول الغربية فيها الطلاق نعم طبعا فهنا مين اللي بيطلق طلاق الحالي القانون السويسري هم الرجل والمرأة ممكن يطلقوا ما فيه عسمة فيه حد يعني هنا المشكلة هنا المشكلة إنه هناك مسلمين ما بيسمحوا إنه زوجة تقدم الطلاق طلاق هم فبيعمل كل المستحيل مشان يتصالح معاها هم وبعد ما يتصالح معاها هو بروح بيقدم طلاق طلاق هم وإذا هي ترفض تتصالح هم صار حالة طعن هم يضربها يضربها بسكين هم مش في كل الحالات يعني في حالة يعني لا بدي أحكي لك ليش مشكلة مشكلة إيه لأنه بيقول مين اللي طلق أنت طلقتها ولا هي طلقتك هي طعن في شرفه هو بصير طعن بشرفه ولهيك عامة بيحدث إنه إذا هي قدمت طلب الطلاق تروح عند القاضي بقول لا إحنا نتصالح تصالح ثلاثة أيام بعد ما يتصالحه هو بروح يقدم طلب الطلاق حتى ما تصير وسمة عارعة في حياتي بالتمام فإنت لازم يعني بالعقد تلك هذا توضح إنه الطلاق هو بيد الاثنين العصمة مثلا ما تقول صاحبة العصمة أنت تعرف الفيلم بالمصري فلازم العصمة يعني الاثنين اللي هم حق الطلاق فيه عائلة فيه نساء ما تنضيش تروح تطلب الطلاق مسلمات مثلا في دول في إسراء بمنحها تصالح للمحكمة هنا المشكلة يعني لازم تتفاهم هذا الموضوع وخاصة إذا كان مسيحية شرقية ممكن هي ترفض الطلاق هتعمل إيه هي لازم تعرف إنه في سويسرا بالغرب في طلاق طب في جينا للطلاق لكن ذكرت بعض بعض الأشياء قبل الطلاق مثلا مشاكل بتحصل اللي هي الدرب مثلا الدرب يعني بعض الحالات حتى في ألمانيا أنا وجدت حالة إنه القاضية أو القادي حكم إنه مدام في الشريعة مسموح أقنعوه يعني إنه في شريعتنا مسموح بنضرب يعني هي مش مش مخالف القانون بقدر ما هي عادة اجتماعية تدخل في الدين والدرب جزء موجود في الإسلام يعني واضح فإيه نصحتك في هالموضوع طبعا الحال إنت مش حتحض بوليس وراء كل زواج مختلف أنا حدثت معي حادث واحد سويسرية متزوجها مع واحد مسلم يتعدى عليها القضاء ما غير في الشيحمية تصور إنها طلبت اللجوء السياسي بكندا من السويسرا رئيس المحط معقول إحنا بالسويسرا عمو بلد مضطهضة حتى تطلب اللجوء سياسي بكندا كنت له إنت تقدر تحميها قال لا ما أخدر عميها طبعا نعمل إيه هنا المشكلة يعني العلاقات الزوجية ممكن متوترة هناك حلول لكن هل لازم الزوجة تعرف إنه في شريعة الزوج موجود الضرب تمام لازم تعرف هذا الأمر ولازم اتفقوا إنه ما في ضرب لا منها ولا منه لأنه في حالات هي الزوجة اللي تتعاد على الرجل لكن هي أقل الانتشار صح صح وهناك تعرف إنه في بيوت للنساء المضروبات أو حتى للرجال المضروبين يعني إنه ما يحتاج في حالة إنه المرأة احتاجت لمساعدة لمساعدة دولة تفصلهم طيب كمان موضوع التبني تمام موضوع التبني مهم لأنه ممكن إنه الرجل والمرأة ما بيخلفه أو حتى لو بيخلفه والمرأة بدأ مثلا في حالة احنا تكلمنا عن بنات عند بنت بنت وعايز ولد ما هو ممكن تتبني ولد لكن الشريعة الإسلامية ما تسمح بالتبني بشكله المعروف بيقولك الكفالة ومش عرفية كلمات تانية هذا برضو لازم يتفضل عليه حدثت معي حادثة واقعية إنه وحتى إذا قبل مموضوع الكفالة إيه معناها يعني حدثت حالة واحدة سويسرية من الزوجة واحدة جزائري فهو جاب بنت الكفالة وربها وهي اهتمت فيها كأنها بنته لما كبرت البنت طلق مرته سويسرية وجوز بنته فهي المسكينة تقول أنا شو ربيت وحدي تاخد محلي لازم تعرف إنه حالات الكفالة لا تعني التبني عادي ويعني من يوم ثاني ومسكينة السويسرية اللي صرفت من مالها اللي صرفت من مالها مشان تربي هاي البنت بتعتبرها بنتها تعتبرها بنتها وإنه زوجها لكن الزوج ما عنده هذا في شريع ما هذا في شريع فهو لازم تعرف الوضع حق يعني إنه أقبل إني أخد بنت من الجزائر أو من المغرب مع شي كفالة بس تعرف الخطر الموجود إنه ما هذا معناه إذن لازم نتفق حتى على التبني ماذا لو أردت أنا أتبني ابن أو ابنة وإيه موقفك حيكون أو موقفك حيكون بالتمام بالتمام يعني هاي وبس أمور واقعية وكل واقعية مو فقط خيالية طب في بعض المسلمين بيكون معاشرة مع بنات ولسه ما في زواج في حالات تقع هكذا يعني هو شرعيا يعتبر زنة لأنه خارج عالقة خارج إطار العقد الشرعي وأحيانا بيحصل حمل بالتمام خليني هل في حالات مثل هذه وكيف بيتعامل معها لأنه نحن نعرف إي رأي الإسلام في الأولاد خارج أولاد الزنة أولاد علاقة زنة أنا نأخذ عمل واقعي حالة واقعية هو اللي يحدث اللي يحدث إنه مثلا واقعي أولاد أولاد سياحة وهناك ممنوعين يعيشوا مع سوا لأنه ليس متزوجين تجد رجل عجبها أو شوفير تاكسي أو عايزة تعمل مغامرة جنسية مثلا معه ممنوع يعيشوا مع نفس الأوتيل شو بيعملوا زواج عرفي زواج العرفي ده منتشر بصورة أكتر مما تتصور وزواج العرفي الحكومة المصرية مش عارفة تقبل فيه ولا لأ والفقه غير متفق عليه هم فقط اثنين شهود مثل هيك يدفع مهر قليل وبحط الشهادة في جيبته كتقول كأنها إذن صيد كأنه إذن صيد فتروح تعيش معها في نفس الأوتيل تعملوا المغامرات الجنسية ويتفكر هي فقط علاقة خارجية يعني فقط علاقة جنسية وبعدين هي ترجع لسويسرا الرجل يصير يتصل فيها أنا عايزة أجي سويسرا ليه أنت زوجتي إزاي زوجتك إحنا ما تزوجنا هذا زواج عرفي هاي فقط مشان العلاقات الجنسية خارج الزواج مثل هيك لا أنا زوجك وأنت مثلا حامل هنعمل إيه أنا إلي حق أشوف ابني فهدول العلاقات يعني ننبه عليهم لنفرض هلأ واحد تزوجت مثل هيك عرفي وتركت الرجل قالت لو أنت تصرخ مثل ما تريد وبعد شهرين ثلاثة رجعت مصر تشمي الهوى وعملت مغامرة تانية والرجل الأول عرف وحدث وروح يشتغل عند الحكومة يقول له هذه المرأة متزوجي رجل هذ أنا والجديد وتنتهي في السجن فالسواح اللي يروحوهم معدد كبير السواح يعني حتت معي حوادث واقعية مثل هيك ما بيعرفوا إيه بيعملوا وبعد يوم فيه مصايب الله حتى في منهم بيكونين لسه مش مطلقات أو في حالات مشاكل مع زوجهم فبتيجي هون كنت له يعني تصوري زوجك المصري بيجي يوم بدق على الباب أهلين بيك كيف حبيبتي كيف زوجتي وهيك والزوج لسه داخل البيت يعني سيناريو لفيلم فهذه العلاقة لازم السواح لأنه كثار في كثير بتصيب حالات لأنه هذه إمكانية ينتبهوا لهذه العلاقة طيب جينا للطلاق وتكلمنا عن هل في مشاكل تانية مترتبة عن الطلاق هي أيوه الطلاق ممكن يحدث بطريق إما أنه يطلق في سويسرا مثلا أو في فرنسا أو مثلا وهنا بطبيعة الحال إلى النتائج مادية تختلف إما لو كان الطلاق في الدول العربية هنا الاختلاف هنا الاختلاف هو يحدث يعطيك حالة واقعية حالة واقعية اثنين مسلمين ممكن يكون غير مسلمين واحد مصري والثاني مصري عايشين في سويسرا اثنين حاملين الجنسية السويسرية ومن سنين الرجل بعث لأخوه اللي في مصر أعطيك وكالة تطلقني راح أمام المحكمة طلقها بالوكالة وصديقتها صديقتها في مصر خبرتها جوزك طلقك ونفس نفس الأسبوع راح على مغرب راح على المغرب وتزوج واحدة تانية طب المرأة اللي بسويسرا بتقول أعمل إيه أعمل إيه بل حالة هاي حالي الحكومة أنه لسه متزوج بحسب القانون السويسر بالتمام بالتمام هل تعترف الحكومة السويسرية بالطلاق الأول وهل حتسمح للزوجة الثانية تدخل هنا المشكلة يعني بأي أي إمكانية لازم تعرف المشاكل هدولا اللي تخلق يعني الطلاق بهذا الشكل عامة لا تقبل به لكن المشكلة إذا هو تزوج مرأة وبكي مثلا في مصر وتزوج مع واحدة حيقبلوه لأنه بدور بالمرأة لأنه المرأة السويسرية بتكون أنا متزوج ولا مش متزوج هذا رجل راح تزوج واحدة تانية طبعا أنا أظل العذاب إزاي فآخر الأمر حيقبلوه يعني تعرف أنه في مغامرات لابد منها بقى الحال فلازم توضح مثلا للزوج أنه أنا يحق لي أطلب الطلاق مثلك وإذا أنت كنت في بلد مسلم وإلك حق التطليق طلاق يعني الطلاق واحد اثنين ثلاثة مع السلامة طالق 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 أريد أن يكون العصم تكون العصمة بإيدي كمان يعني نفس الحق اللي إليك إلي حق أنا أنت تعرف الشريعة الإسلامية تسمع بذلك أنه المرأة تطلق رجلها إذا الرجل وافق قبل الزواج أنه يكون في العقد وأضفنا ذلك موضوع آخر مهم جدا تعدد الزوجات في الحالة هذا مهم لأنه الشريعة الإسلامية وكثير من الدول العربية تسمح أنه في عقد الزواج يكون مكتوب أنه لا يحق للزوج أن يأخذ مرأة ثانية ما تقدرش تمنعه يتزوج مرأة ثانية بس في الحالة المرأة الأولى يحق لها تطلب الطلاق إذا ما كتبت هذا النقطة في العقد تاعها ما تقدرش تطلب الطلاق على أساس أنه تزوج مرأة ثانية لأنه حيقول لك الشريعة الإسلامية تسمح له بالزواج الثاني فهذا ما في ضرع عليك مدام مثل عقد السريعة الإسلامية فلازم تضعف في عقد في حالة أنه أنت تزوج مرأة أنا أمنع أنت تزوج مرأة ثانية بس في حالة تزوجت مع مرأة ثانية يجب أن تعرف أني أنا إلي حق الطلاق فقط من نقطة هاي وحالات أخرى حالات أخطر من هك أنه ممكن واحد يجي من دول عربية ويكون متزوج ويخفي يخفي أنه متزوج ويجي بس في إسرائيل يقول أنا مش متزوج وما عنده أخذ ورقة مزوّة وبعدين يجي بس في إسرائيل يقول أنا مش متزوج والمرأة تكتشف الأمر بعد عشر سنين هنعمل إيه يعني لازم توضح ما يكون العلاقة واضحة هل أنت لهيك ضرورة أن المرأة لما تاخد واحد مسلم فيها الحالة شو بيعمله ضرورة أن تروح بلده تشوف حياته الواقعية هل هناك تكذب أم لا يعني حدث في إسرائيل أنه الحالة هاي الحكومة السويسرية كانت معطين جنسية للإسفلسرية وبعدين اكتشفت بعد الطلاق حتى اكتشفت بعد مطلق من الإسفلسرية هو قال أنا عايز أجيب مرأة الأولى والأولاد الأولى فاكتشفت الحكومة سحبوا منه الجنسية قالوا أنت كذبت على الحكومة لما طلبت الجنسية قلت أنا متجوز مع مرأة واحدة وهي السويسرية كاشف أنت عندك أولاد ومرأة في المغرب مثلا فسحبوا منه وإذن الإقامة وعطوا ثلاثة شهر يرجع لبلده طب لو حد متزوج شريعته بتسمح له بأربعة وممكن يرجع لبلده ويتزوج عادي حتى بعلم الزوجة الثانية بالتمام وهنا بطبيعة الحال هي ممكن تكون مضرر للمرأة في بعض البلدان الغربية أنا بعرف أنه حتى جو البلد نفسه ما بيعمل عقد حكومي لأنه مش هتقبل الحكومة لكن يروح لمسجد لا يروح لمسجد وبعض الأئمة بيباركول الزواج لأنه داع حاس لكن هو في الأوراق متزوج واحدة لكن هو في الواقع متزوج ثانتين أو ثلاثة تمام وهي إذا كانت يعني إذا عندها علم بهذا الأمر بطبيعة الحال هتضايق هتضايق فلهيك يجب أن يكون في العقل الزواج اللي يبدو عليه الاثنين اتفاق أنه أنت مش هتعمل زواج تاني وإذا عملت زواج تاني حقت لك بطبيعة الحال حقت لك بطبيعة الحال حقت لك بطبيعة الحال لا بطبيعة الحال مش ها أقتلك بس أنه بيحدث أنه المرأة إذا تكتشف أنه زوجها بخونها أنه راح بتزوج مع ثلاثة أربعة غيرها ممكن تقتله هذا يحدث هذا يحدث لكن تقول له أنه في هذه الحالة أنا هطلب الطلاق على هذا الأساس هذا مهم حتى تستطيع تطلب الطلاق حتى في البلد تقوم إذا راح عاشت معه ووجهت كله أنا كاتب في الوثيقة أنه أنا عايز فقط تكون المرأة الوحيدة وهو خالف العقد هذا إذا ما وضعتها ما تقدر تطلب الطلاق طيب بالنسبة لبعض الطلاق في الحضانة الحضانة وبعدين النتائج المادية النتائج المادية مهمة لأنه لازم تعيش المرأة لو طلق مثلا في بلد تاني يمكن ما بيترتب عليها نتائج مادية مثل البلدان الغربي بالتمام فبترجع للسويسرا مثلا لو في المغرب طلقت في المغرب في ناس مسلمين حتى يحدث مع مسلمين نفس الحالة بكل ده احنا مسلمين احنا شو يروح نطلق في بلد القفار نروح على سنة الله ورسوله فيطمعها بالدين يعني يجذبها بالدين ورح يطلق في المغرب ترجع لسويسرا مبسوطة ارتحت من زوجي وارتح مني الحمد لله طيب وشو النتائج المادية اذا فعلها هكم من كرش او لمدة قصيرة ما تقدرش عيش معاه لكن احنا في سويسرا وطلاق تاخد اموال كثيرة تعويض او حتى عانا نفقة لمدة طويلة حسب الاوضاع في المغرب انت اخترت الوضع هات انت مسؤولة عن الوضع ده يعني مش حنقود نطلق غير مرة ما بصير طب احنا الاوضاع المادية هنعمل ايه لك احنا من كلهم انه اذا كان في طلاق اتطفقه من البداية انه الطلاق هيكون في سويسرا مو بلدك لانه النتائج المادية هذا ممكن يكتب في العقد يجب ان تتطفق عليه لكن انك انت لازم تكون مكتوب اذا كنت مكتوب وراح طلق رغم ذلك في بلده مثلا اذا عمل طلاق في بلده والنتائج المادية طلع الضار عليها هي ممكن ترعد الحكومة السويسرية وتقولهم هذا العقد احنا اتطفقنا على هيك وهنا يختلف الوضع المادي يختلف الحكومة السويسرية هتغرمه انه يدفع نفق لها يعني الا القاضي القاضي هو حر ممكن يقرر صالحة ممكن ما يكون ايوه بقول يعني احنا مش نبت في موضوع طلاق ولكن في العثار المادية لكن انت تحت رحمة القاضي وهنا هتعمل ايه هتروح الشوارع تلم فلوس او تروح العهارة مثلا الله لا يسمع او الكبريات مثلا هي المشكلة او تأمين الاجتماعي بعدين نكاعة بالنسبة للحضانة ايوه لانه الاسلام بيعطي الحضانة لأحسن الوالدين دينا ايوه يعني هي القاعدة ولازم نعرف القاعدة الاسلامية الاسلامية عامة المرأة لها الاولوية في الاولاد في الولاد لكن لسن محدد اذا كانت مختلفة دينا في الوقت اللي هي ممكن تأثر على دين الاولاد تسحب الحضانة منها وتعطى للأب بينما لو نفس الدين سن الحضانة اعلى هم بحسبه عامة خمس سنين خمس سنين في اوروبا عامة يعطى الحضانة والسلطة الابوية وغيره غيره للأم تفضل الأم على الرجل لانه هي افضل لحماية الهات وهنا المشكلة انه اذا طلق هناك واخذ القرارات بخصوص حضانة الولاد هل هتطبق هون فهنا يجب برضو الاتفاق انه في حالة احنا طلقنا هذول الأولاد مين بيهتم بهم من بيأخذ القرار يعني اليوم صار كمان امكانية انه الاب والأم يتقاسمون الحضانة يتقاسمون المسؤولية بس هذا الأمر حسب كل مقاطعة مثلا لازم يتفقوا على هذه الموضوع يعني بآخر الأمر تقول بآخر الأمر ما يتزوج بس هاي كلها مشاكل هذي كلها مشاكل فإذن وبعدين في في أشياء تانية مترتبة بعد الحضانة مثلا خلينا اقول واحد من الأولاد حابب يغير دينه أو هنا كلمنا عن التعليم الديني انه هل الزوج حيسمح الزواج أو حتى يخرج مع صديقاته بس بعد حتى مثلا أولاد واحد فيهم لأن الإسلام بيعتبرهم مسلمين برغم عنهم حتى لو هم أمهم ربتهم واتخدهم للكنيسة بيعتبرهم مسلمين هل بيصير أنه حكم مرتد بالتمام هو في سويسرا في الواقع هم الأهل اللي بيقرروا الدين بخلاف الدول الإسلامية هو القانون اللي يقرر الدين في الدول الإسلامية وهو الإسلام وهو أنه مسلم يتبع أفضل الأديان في سويسرا لا إذا الاثنان اتفقوا على الدين هو الدين ده المشكلة إذا ما اتفقوش فحيقرر إيه القاضي حيقول أي واحد هو اللي عنده الحضانة اللي عنده السلطة إذا هم أعطتهم للزوجة وهي مسيحية فهي حر تسوي في يوم وعمر 16 سنة هم حرين يسوي بالدين تعيون فهم لازم يعرف وهنا بيحدث فيها حالات خطف إنه الأب يقول لا أنا عايز أولادي يصير مسلمين وبيخطف وحتى تحوال ويأخذهم على الأولاد فكتير حدث حالة إنه المرأة راحت هناك على مصر بالحالة وهي عادة تخطف الأولاد هو خطفهم فكيف تطرع من البلد ما تقدر تطرع من البلد لأنه مراكبة الجوازات هدول الأولاد أبوهم هل عندكم إذن إنه يخرجوا من البلد فاهم علي فروحت راحت دخلة السفارة السويسرية صارت السفارة السويسرية محل حضانة يعني أنا شفتهم عاشوا أربع خمس شهر ما يقدروش يطلعهم للسفارة لأنه لو طلعهم للسفارة البوليس يمسيقهم يعني الصفير كان مجبور يطعمهم يدور لهم أكل أحضرهم غرفة داخل بناية السفارة لأنهم محمية ما يقدروش يحطوا أنفهم خارج باب السفارة يعني نعرف أنه في مشاكل واقعية أنا اتدخلت مثلا بهذا الموضوع ما أشح أقول لك النتائج الحاصلة بين يوم وليلي الولاد والمرأة عجز في سرع عجز في سرع كيف بعجوبة بعجوبة في ناس تعرف يستجروا هيلوكابتر يروح على الشواطئ التونسية ينقوم التفكين مع أنه إحنا حنيجي نأخذ الأولاد ونرجعهم لسويسرا فلازم تستجر وكالة اللي تحطف الأولاد يعني لازم تعرف أنه هناك مشاكل خطيرة والأولاد أصعب شي والأولاد أصعب شي في حالة الدفن كمان الوفاة والدفن بالتمام وبعدين الميراث لا تنسى لأن الميراث مهم الدفن أنه في دول العربية والإسلامية عامة كل واحد له مكبرته حتى الشيعة ما لا يدفنه عند السنة ولا العكس والمسيحة عند بعضهم واليهود عند بعضهم في سويسرا وبعض الدول الأخرى خاصة في سويسرا المقابر عامة المشترقة حاولون يعطوهم بعض المقابر يعني هو نوع من العنصرية آخر أنه تفصل رجل يتزوج مع مرأة 50 سنة عيش معها من نفس السرير يعني ماسو العلاقة الجنسية يعني كل ما سوى سوى عشر أولاد بقى أنت كافرة في مقبرة الكفار وأنت مقبرة المسلمين ما بسير مالك فبيحدث الأمر هيك أنه وبعدين هل نرجع جذتك لبلدك لأنه 90% من المسلمين اللي بموتوا في سويسرا يتم ترحيل جسادهم للدول الشمال أفريكيا لأنه يقول أنا عايز أطفن قرب أهلي وهذا يكلف فلوس مين هيدفع هل هتأمل تأمين لأنه في تأمين ممكن تأمين تدفع كل شهر مبلغ في حالة توفيت الشركة لأنه أنت مش هتقدر هو أكلف حوالي عشر تلاف دولار مثلا من فيين تجيب الفلوس إذا أنت عائلة بسيطة فإذا هل لازم تضحق لازم تضطفق على الورقة إني أقبل أن أدفن في أقرب مقبرة موجودة مهما كان الدين أو مثلا لو أنا مسيحي وعايز أدفن في مقبرتي المقبر الفلاني أو للعائلة أو هذا إذا موجود عشان ما يأخذوا أنا بفترض في بعض الأماكن موجود يعني فعشان ما يأخذوا يدفنوا في بعض المرات بعرف حالات هم كانوا مسلمين وصاروا مسيحيين لكن الأهل عندهم السلطة أنه يأخذوا ابنهم ودفنوا في مقابر المسلمين رغما عن إرادة زوجته بالتمام هذا في الدول اللي فيها تفريق بين المقابر عامة بالغرب يعني أنا أحكي مثلا وضع في السفيسرا المقابر مشتركة إلا اليهود عندهم مشاكل أخرى بس اللي يحصل إيش إنه 80% تقريبا في السفيسرا من اللي يموتوا يحركوا حرك الجثث تعرف المقابر الآن لأنه في تنقل الناس والواحد يهتم بالقام الخلاصة إنه لازم تتوضح من الأول من الأول وحدث هذا حدث هذا أو تعمل في وصية لا ورقة العقد حتى في ورقة العقد بين وقت العقد إنه أنا أدفن أو أريد أن أخرق لأنه ممكن حدث حادثة يعني لأنه واحد مسلم يمكن معي قبل الحرق هو ممكن يقبال بس أهله قد يهددوا المرأة بالقتل هنا المشكلة وهذا حدث طيب بالنسبة للمراث المراث مهم لأنه المراث المرأة إذا كانت مختلفة بالدين لا ترث أي شيء ولا شيء بحسب الإسلام بينما مثلا المسلم تزواج مع واحدة مسيحية وكل أمواله هناك وفتحت وفتح المراث مثلا في مصر وفي المغرب هي المرأة تستلم من نيم ولا شيء لأنه اختلاف الدين بينما لو فتحت المراث وهي اللي توفق هو يستلم منها لأنه القانون لا يمنع اختلاف الدين دبلا هو مات هنا وأملاك هنا أملاك هنا عامة عامة المراث يقسم حسب إلا إذا كتب أنا عايز أنه يطبق الشريعة الإسلامية حق لو كتب في وسيته بيصير هذا هذه المشكلة لكن هذا ممكن يكون مخالف للنظام العام ممكن يكون مخالف للنظام العام مخالف للدستور لسويسرا لازم تروح القضية لا تنسى موضوع آخر وهذا أمور كثيرة ما يحدث أنه الولد سيأخذ نص يعني أعطيك حادث واقعي أنه مرة مسيحية تزوج مصري هي دفعت لكل دروس في سويسرا درس في جام على حسابها هو راح تزوج مع واحد ثانية في مصر طب منيح لما هو توفى المرأة اللي دفعت كل دروسه مجهاش مليم واحد وكل الفلوس أخذته المرأة المصرية المسلمة لولاد تعون المرأة المسيحية اللي في سويسرا بس قالوا هذا حرام ده أمنا اللي علمته كيف تحرمها هنعمل إيه هنا المشكلة والمرأة فتح في مصر والمرأة اللي مصرية قالت إنه هذه المرأة المسيحية تحرم طيب فأي النتيجة هاي لما تحرم المرأة من المرأة هيعمل إيه في طريقة أخرى في طريقة أخرى إنه تكتب وصية إنه في حالة فتح المرأة في دولة إسلامية أو إنه حرمت من المرأة الرجل يعطيني وصية ثلث أمواله وهذا يحق له رغم اختلاف الدين يعني الشريعة الإسلامية تسمح أن يكون هناك وصية بين مسلم وغير مسلم فالمرأة التي تحرم من المرأة يحق لها أن تأخذ ثلث أمواله وصية لكن المشكلة إيه إنه الرجل ممكن في أي وقت يلغي الوصية فلهيك هي تطلب إنه هذا الأموال يهدى لها قبل الموت القصد إيه إنه الثنين قبل ما يتزوجوا يعرفوا المخاطر إذا هم مقبلوا المخاطر هم حقه حرين حرين بس المهم ما يدخلوش في علاقة مش محسوبة هم أغامرة عمية فهم عليك من دون علم إذن نصيحتك الأخيرة لكل واحدة وواحد من ديانتين مختلفتين خصوصا الإسلام والمسيحية إنه عضو الأول يتفقوا على كل التفاصيل حتى الصغير والمضحكة منها لو أكتر من هيك وأكتر من هيك تتفقوا على كل شي بعدين تأخذ تأخذ العقد اللي أنا مقترحه عليهم كل بنوا يقعد بغرفة ويعبيه حسب ضميره وبعدين يقارنه وشوفوا نقطة الاتفاق ونقطة الاختلاف إذا فيه نقطة الاختلاف لا تجادل لا تجادل لأنه ممكن هذاك يقول طيب وكي عشان أرضيها وبعدين الله باعلم لا إذا فيه نقطة اختلاف مع السلام احنا حبايب نبقى حبايب أما ما في زواج شكرا أخي على وجودك في هذه الحلقة شكرا 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 مشاهدين على المتابعة وإلى اللقاء في حلقة قادمة